السلام عليكم اخوتي وشاركو ملاباس بخير السباح واليرقات كنت شوف المباراة ما عجبوني شقا اليوم المباراة تع الميلان تع ادمو الناس تع وقا خرجو على كل حل دوزان ميتون مام واسمو في الماتش تع الان اخوتي ووسمي يوصف اطلتانيك بون اى راني فارغ نط تانيك باش نصحر قطنت باش نصحر وكنت موجد اهدو مادان ان اناس هدو ما راني ندر في الفيديو هذا بون اى تصحروا به ولا اللي راو صحراء راو صحران اا كان زوج مواضع كان موضوع كاين موضوع سامها للصحفة الانجليزية راي تحكي في الموضوع تع وسرا بين رياض محرز والوخر تقول لك رياض محرزية وعندي موضوع تانيك واحد اللاعب انجليزي قديم لاعب قديم انجليزي سابق يحكي على رياض محرز موضوع تانيك شباب. نبدأ بهذه اخوتيكي ما ركو تشوفوه هنا يحكو اللقطات عن رياض محرز ويقول لك في الروتور انا فاش عاش بتاني قلق في الروتور يعني كاين اه كاين شيء مليح للموشة هذا يعني بين رياض محرز وباكر هذا يقول لك باريس انجرمان ضد مانشستر سيتي رياض محرز يسخر من ميتشل باكر في لقطة جديدة يقول لك قدم مانشستر سيتي ادعا جيدا لهزيمة باريس انجرمان تا 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 ناناني في نصف نهائي كان فارق بيب واردولا تاني افضل فارق في اول خمسة واربعين دقيقة ودخول الشرط التاني بفارق هدف واحد لكن سيتي نجح في قلب نتيجة في الشرط التاني بفضل اهداف كيفين دي برون ورياض محرز قال لك اصبح كل شيء مشوشا بعض الشيء في نهاية اللعبة حيث وضع كيلة جانبين بعض التحديثات التاقيلة ثم تقليص باريس انجرمان الى عشر لاعبين يعني خرجوا لهم واحدة بحمرة ما بقى 15 دقيقة نهاية المباراة عندما تم طرد ادريسا غاي بسبب تدخل سيئة على ايكا جوندوغان كلا اللاعبين احاطوا بالحاكم القرار الصحيح اتخذه الحاكم رغم اعتراضات لاعبي باريس انجرمان قال لك ظهرت الان لقطات جديدة لما قاله اللاعبون في اعقاب الخطأ المباشر واتضح ان محرز دخل في مشادات كلامية مع الظاهر الايصار الشاب في باريس انجرمان ميتشل باكر هذا وقال الهولندي وقع الهولندي خليناهم وقع الهولندي قال لك لكن من الواضح انه لم يترك انطباعا لدى محرز الذي يمكن سماءه وهو يدعي انه لا يعرف من هو يعني رياض محرز قال له من انت قال له اروح منه قال لك واسمها ارام سي نشرة هادية قال لك قال اللاعب البلغ من العمر 30 عاما للحاكم اذهب تحقق وحتى تقنية الفيديو للمساعد على القاء نظرة اذهب وتحقق من ذلك قال لك شقه باكر طريقه الى محرز وواجهه قال لي جزائري لماذا تسأل ذلك لم ترى اي شيء اجابه محرز اذهب الى هناك من هذا الرجل حتى يعني من هذا الرجل حتى باش يجيذر معه شكون هذا باش يجيذر معه يا نستارب بك حروز لغا نستارب بك بو وش يقول لك يقول لك يبدو ان المعركة بين محرز وباكر اذا لعب كلاهما مساء تولاتها الاسبوع الجاي ستكون معركات تستحق المشاهدة يعني هادو مارو يعسوا غير هادوك الناس اللي يعسوا ويقول لك هادوك يشوفوه ايش كاي مبيناتهم بو نجول هادية تي بي ار هادية بوتروم هادية تحكي على اللاعب اللي يحكي على رياض محرز اللاعب سابق كتا مانشيستر سيتي لعب تانيك تعويس طام ولعب تانيك في الفريق الوطني الانجليزي تريفور هاداك سينكلير هاداك اللاود وش يقول لك اللي انا هاي لك تقول لك تريفور سينكلير يوشيد برياض محرز لمستواه في مانشيستر سيتي ويقولوا لك باللي دوك تشوفو في هاد الجاردة يرى شحوا رياض محرز رح يكون منافس في جائزة افضل لاعب في العالم دوك نوصل لكم ليها نقول لك اشاد لعب الوسط الانجليزي السابق تريفور سينكلير بنجم مانشيستر سيتي رياض محرز بعد ان قدم الجزائري مرة اخرى في منتصف الاسبوع احكا لها كلام رائع قل لك رفع محرز الرهان المسبق للسيتي هذا الموسم وسجل هدف الفوز في منتصف الاسبوع مع باريس جرمان مما منح رجال بيب وارديولا تقدما ضعيفا 2-1 وما هذه ضعيفا ما فهمتاش 2-1 قبل مباراة الاياب للاسبوع المقبل تقولك بعد التوقيع من ليستر سيتي الحائز على اللاقب بنى محرز نفسه تدريجيا ليكون احد اهم لاعبي السيتي و سينكلير يقول في حديثه على موقع تالك سبورت اليوم يعتقد ان الساحر الجزائري يتبت نفسه اكتر فاكتر شوفوا ماشي يقول عليك قال سينكلير انه يقلب يقلب اللاعبين كثيرا يعني هادك كما قولوا المراوغات يطيحهم ليك روشيتا رياد محرز يطيح اللاعبين قال لك يقطعهم يعني يقطحهم انه يتمتع بوعي كبير عندما يكون على الكورة يعني قال لك رياد محرز عنده وعي ثبير الله يبارك يعني كي تسمعوا كلام يعني لماذا انا اجبتلكم هادية يعني انت تشوف لاعب تعملون شيسر سيتي قديم ولاعب تعمل ويسترام قديم ولعب مع عدة اندية كثيرة ولعب تاني كمع المنتخب الانجليزي تشوف انت اللاعبين اللي يعبوه تاوعنا يعني اللاعبين القدما تاوعنا وشي يهدروا على رياد محرز ونجيبلك اللاعبين اللي يزنق اللي خلقوا البالون هما اللي يكتشفوا البالون وشي يحكوا على رياد تشوف الميزان الفرق هذا وش حبيتنا نوصل لكم هادا النقطة قال لك واتقد ان منتجه النهائي كان افضل مما الواضح انه حصل على الهدف في الليلة الماضية لقد تخيله يعني يقول لك رياد محرز تخيل الهدف على هذه الليلة حلكي في انديرون قالوا خليني انديرا قالوا ديباراكسور قالوا ايه قال لك على الرغم من الجدار السيء لكن مستواه كان متألقا وهو يتحول الى ذلك اللاعب العالمي الله يبارك تشوف يعني انت انجليزي وش يقول لعب انجليزي سابق وش يقول على رياد محرز ويجي نشوف اللاعب جزائري سابق وش يقول على رياد محرز يعني فرق شاسع هذا يقول لك لعب عالمي وفي الزائر يقول لك لعب عادي يا افهم افهم يا اخوي يا العزيز يقول لك اه وهو يتحول الى ذلك اللاعب العالمي الذي اعتقدنا جميعا انه يمكن ان يكون في ليستر سيتي يعني كتشوفوك حسب اللي يبدأ رياد محرز يرجع مستوى لليستر سيتي راي مفهوم على كل حرائب العربي يقول لك اهداء محرز مدعوم باهدافه الرائعة ويساعد في التسجيل لقد سجل 12 هدفا في جميع المسابقات بينما وضع سبع اهداف اخرى يعني سجل 12 هدف في جميع المسابقات الكارابة والكأس الاتحاد الدوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز جميع المسابقات سجل 12 هدف ومجد سبع تمريرات حاسيمة 19 هدف يعني رغم شهرك ب 19 هدف وما زال موسم وما زال شامبينس ليك ان شاء الله يديها برك يقول لك وهو ما يمكن القول انه يمكن ان يكون اكتر اذا كان السيتي اكتر قوة في بعض الاحيان قال لك يعني يقدر يكون اكتر يعني يقدر يقدر يقدم اكتر يعني عدد هذا الرقم تعريض محرز ممكن يكون اكتر يعني اذا السيتي كان اكتر قوة يعني كان وراح يقول مثلا ان يزيدي كم البطولة هذه وزيدي كما قلويت اهل للنهائي وزيدي العاب ومستقبلا قال لك سينكلر على حق هادو ما تي بي ار يقوله سينكلر على حق عرض محرز من الطيراز العالمي من الطيراز العالمي يعني هذه تي بي ار الإنجليزية وسيكلر توافق سيكلر على واشقال على رياد محرز قولك عنده الحق من طيراز عالمي يبدو ان بعض اللاعبين يواصلون رفع مستوياتهم ومحرز هو احد هؤلاء اللاعبين لمسته واسلوبه وطريقة تأثره بماشيستر سيتي شيء اخر امام باريس سينجرما اثبت نفسه على المسرح الاكبر وكان بمتابة شوكة في جانبهم طوال الوقت اذا لم يكن الامر كذلك للاخرين فمن المحتمل ان يكون محرز في طابور للحصول على جائزة افضل لاعب في العالم لقد كان جيدا سبحان الله يعني كلام ولا ارواح قساما بالله يعني فخرة هذه هي المعلومة اللي احبت انوصلها لخوتي هذا الفيديو او مش هات الفيديو صرت وخلينا بداية هاته هاته يتع هاته يتشوف انت اللاعبين الاقدام واش يتعلي انجليز السابقين واش يحكوا على وليدنا والصفاحات الانجليزية واش تحكي على وليدنا واحنا يجي يقول لك على لعب عادي اي لعب جزائري طييع عرفوها واش قلت لكم احنا يا دايما نحبوا نطيحوا من قيمنا احنا عندنا الغيرة في بعض انا برانيق واو هادك واو 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 حتى ويكون والو واو كنت اظلوا على وليد بلاد واسمها كيفاش خير مني انا فهمتوا العقلية اللي حبيت نوصل لكم لها المهم خوتي هذا مباراة على لعبين تجز جزائريين البالح بور انا في الليل خدش دكار له هديك اللي ينقل البالح ما معجبونيش بكم صراحة شفت قتلكم كي ما قتلكم شفت ميلان شفت تاني كنيس وتانيك شكل شفت والله ما على بالي المباراة وتعوى الناس تانيك شفتها معجبونيش خوتي والناس خرج في الشوطة التاني بالناصر خرج في الشوطة التاني واسمه هيشان بودا واخرج في الشوطة التاني خوتي المهم ما نطوش عليكم نقول لكم صحة صحوركم ليلة سعيدة وتصبحوا بخير وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام